لخص وزير الخارجية العراقي فوات حسين أبرز الملفات التي تمت مناقشتها مع الأمريكيين لفتاً إلى وجود اتفاقات بشأن الدولار والنفط والغاز والكهرباء والعديد من القضايا الأخرى وقال حسين أن العراق يستورد معظم احتياجاته من الخارج ويشتري الاحتياجات بالدولار لذا فأن معظم الدولارات تذهب للخارج للتجارة لكن لم تكن هناك آلية منظمة لسحب الدولارات من البنك المركزي والأسواق العراقية وأشار إلى أن قضية العملة ستنحل بشكل تدريجي وأن الأمريكيين وضعوا آلية لمراقبة سحب الدولار ما أثر على السعر وهذا سيستقر خطوة خطوة وأضاف أنه وفق النظام الجديد سيكون من الصعب خروج الدولار من العراق خارج مراقبة الدولة والجهات الأمريكية المسؤولة ترجمة نانسي قنقر